اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الالتهاب الرئوي او نومونيا خصوصا البكتيريا النومونيا التهاب رئوي يعني مش بنتكلم على نزلة البرد العادية ولا النزلة الشعبية برونكايتس ولا الحاجات دي لا احنا بنتكلم على التهاب رئوي يعني العيان عملنا له اشعة وطلع فيها التهاب رئوي في الـ X-ray دليل على الالتهاب الرئوي ده فاحنا هنتكلم عن الصورة الاخطر او الاشد للشست انفكشن او العدوى اللي تيجي في الرئتين يعني ازاي نتعامل معاها وازاي نديله علاج طبعا الحلقة مخصصة للاطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو بص يا عمل الالتهاب الرئوي ده سببه يا اما يكون بكتيريا يا اما يكون فيروس احيانا يبقى في حاجات تانية زي الفانجل انفكشن تعمل نومونيا برضو حاجات تانية لكن مش مشهورة الاشهر هو البكتيريا والفيروسي والتفرقة بينهم احيانا تكون صعبة شوية ما نعرفش هو ده الالتهاب الرئوي بكتيري ولا فيروسي كده لكن بعض الفروقات كده ممكن توضح لك شوية يعني مثلا الالتهاب الرئوي الفيروسي في الكلينيكل بيجي باعراض في البداية اخف شوية يعني الموضوع بيبقى بالتدريج العيان مثلا يقعد يقح كده تلات اربعة ايام وشوية برد معاه وشوية رشح شوية الام في العظام بعد كده تبدأ درجة الحرارة ترتفع معاه تدريجيا فيعتبر الكورس بتاعه الى حد ما بطيء شوية وتدريجي شوية ولما نعمل العيان ده اشعة عادية على الصدر بنلاقي ان الافكشن بيكون الى حد ما دفيوز يعني مش لوكالايزد مش في حتة معينة كده لا الى حد ما دفيوز بشكل اكبر كده زي اللي قدامك دي مثلا وزي دي كمان ولو ان الطب طبعا ما فيوش قعدة 100% لكن انا بقولك الاغلب يعني اما الالتهاب الرئوي البكتيري بقى الاعراض بتاعته بتبقى شديدة من البداية يعني الموضوع بيتطور مع العيان بسرعة يقولك انا ابتدت كح يوم واحد تاني يوم الحرارة تفعت جامد جدا وحالة اعياء شديدة جدا لان الالتهاب الرئوي البكتيري اخطر من الالتهاب الرئوي الفيروسي والاعراض بتاعته بتكون اشد واسرع ولما نيجي نعمل للعيان بتاع الالتهاب الرئوي البكتيري ده اكس ري بنلاقي ان الافكشن التأثير بيبقى الى حد ما لوكالايزد يعني تلاقيه واخد لوب جزء معين من الرئة بس كده واخد تحت بس واخد جزء بيبقى الى حد ما لوكالايزد وعشان الالتهاب الرئوي البكتيري هو الاخطر فحلقتنا النهاردة هتكون عنه يبقى كده نقدر نقول ان احنا قسمنا الالتهاب الرئوي على حسب المكروب اللي مسبب لي ايه ياما بكتيريا النومونيا ياما فيرال نومونيا ودول الاشهر ياما فانجل وحاجات تانية ودول مش مشهورين في حالات معينة فقط لكن في تقسيمة تانية بنقسمها على حسب طبيعة الاصابة بتاعت الالتهاب الرئوي ده والمكان مكان الاصابة فين يعني مثلا في حاجة اسمها كوميونيتي اكوارد نومونيا ودي نقصد بيها واحد جاي له الالتهاب الرئوي وهو خارج المستشفى يعني مالوش دعو بالمستشفى خالص فده بنقول عليه كوميونيتي اكوارد نومونيا في نوع تاني بقى اسمه هسبتال اكوارد نومونيا معناه داخل المستشفى العيان جاي له نومونيا بعد ما تحجس في المستشفى بتمانية واربعين ساعة الاعراض ظهرت بعد ما تحجس بتمانية واربعين ساعة فبنقول عليه هسبتال اكوارد نومونيا او نوزو كوميال نومونيا وفي حاجة كمان اسمها فنتيليتور اسشيتد او اكوارد نومونيا يعني الناس اللي تحطت على جهاز التنفس الصناعي بعد ما تحط بيومين كاملين بدأ يجيله نومونيا فده بنقول عليه برضو وفي نوع كمان اسمه وده طبعا معروف مثلا عيان عنده جلطة في المخ فمش بيعرف يأكل كويس بيشرق يعني كل ما يأكل والاهل بيدولوا سوائل كتير فكل شوية يشرق فالافرازات او بتاعت الاورو فارنكس دي بتدخل الرئة وبيحصل له فيبقى على حسب طبيعة الاصابة طبيعة الاصابة ومكان الاصابة بنقسمها زي ما قلنا كوميونيتي اكوارد نومونيا هوسبيتال اكوارد نومونيا والاسبيريشان نومونيا والتقسيمة دي بتبقى مفيدة كتير لان كل نوع من دول بيبقى لي بكتيريا معينة الى حد ما او ساعات فيروسات معينة هم المسببين يعني مثلا الكميونيتي اكوارد نومونيا بيبقى فيهم مثلا الستريبتو كوكاس نوموني اكتر همو فلس انفلونزا اكتر اما حالات الهوسبيتال اكوارد نومونيا بتكون اعنف واشد وممكن يدخل فيها بقى المرسى وممكن يدخل فيها سودومونس والحاجات زي كده فطبيعة الاصابة مهمة تبقى عارف برضو العيان ده كوميونيتي اكوارد نومونيا ولا هوسبيتال اكوارد نومونيا بالنسبة للأعراض العيان اللي عنده نومونيا هيجي يشتكي من ايه؟ اكيد طبعا هيجي يشتكي من كحة العيان بيكح العيان بيطلع بلغم او عنده بلغم كتير واحيانا كتير لون البلغم ممكن يقولك على نوع البكتيريا او المكروب الموجود الى حد ما يعني كمان طبعا ارتفاع درجة الحرارة الصداع الام في عضلات الجسم وكمان العيان بينهجوا مش عارف يتنفس كويس كل دي اعراض ممكن تيجي مع الالتهاب الرئوي وبالنسبة لكبار السن فاحنا عارفين ان كبار السن بالذات ملهمش قاعدة مفيش حاجة اسم لها عند كبار السن العيان ممكن يبقى كويس خالص مفيش ارتفاع درجة حرارة مفيش اي حاجة نلاقي العيان العيان بقى متوه غيبوبة ليه يا جدعين نجي نعمل له مثلا على الشيست نلاقي فيه نومونيا فدايما كبار السن الاعراض بتاعتهم بتبقى بعد المرضى ممكن يبقى معهم اعراض جهاز هضمي يبقى المشكلة نومونيا الشيست الصدر بتاعه الرئة فيها مشكلة عند نومونيا التهاب رئوي لكن بيبقى معايا مصاحب ليه اعراض جهاز هضمي خصوصا في حالات الليجونيلا ممكن يعني يبقى معايا الان في البطن ممكن يبقى معايا قيء غثيان اسهال حاجات زي كده بعد لما تيجي تكشف على العيان اكيد هتلاقي ارتفاع درجة الحرارة ممكن تلاقي تاكيكارديا سرعة ضربة القلب سرعة التنفس انتكبنية ممكن تلاقي العيان مزرق ممكن تيجي تعمل له على لانج من تحت على البيز تلاقي فيه سواء كان فيه او كان فيه ولما تيجي تسمع العيان بالسماعة هتلاقي ممكن تسمع او احيانا تسمع او اما بالنسبة للفحوصات بقى احنا قلنا ان الاعراض الى حد ما متشابهة مع النزلات الشعبية مع البرد العادي عيان عنده برد عادي ممكن يكح ويسخن وقالم في الجسم والحاجات دي كلها نعرف منين انه عنده التهاب رئوي طبعا في الحالات الشديدة هتعمله اكس راي او هتعمله سي تي فهيطلع فيه دليل على الالتهاب الرئوي فاول حاجة بنعملها الاشعة العادية اللي على الصدر فحالات الالتهاب الرئوي هتلاقي فيها الفصين اللي تحت في الناحيتين يمين وشمال لو بصيت على دي مسلا تلاقي الابر لوب نومونيا الابر لوب بتاع الابر لوب هو اللي فيه الالتهابات او الكنسوليديشن دي وبينه في اللاترال فيو زي ما احنا شايفين ولو ان اللاترال فيو مش بنعمله كتير لكن لو اتعمل بيبين كويس او دي مسلا برضو بايلاترال لور لوب نومونيا في الناحيتين زي ما احنا قيلين برضو او دي مسلا ده رأية الفص الاوسط في الناحية اليمين زي ما احنا شايفين كده وبردو ده بيوضح اكتر يبقى اهم فحص بنعمله هو الاسي تي الاشياء المقطعية على الصدر بقت هي الاسهل بصراحة في الاستخدام لكن مش هي البيزيك يعني الاسي تي مفيدة جدا وبتبين الموضوع كويس لكن لو انت عايز تفاصيل اكتر اكتر واضق فطبعا الاسي تي هيكون احسن واغلى طبعا فبتعمل مسلا زي القدامك دي بيطلع فيها نومونيا بالشكل ده راية لورلوب نومونيا بدأ كده وكل ما تنزل بقى باللير زي تحت كده تبدأ تظهر معاك اكتر واكتر زي ما انت شايف كده قدامك دي في فحصات تانية كمان ممكن نطلبها خصوصا لو الحالة جديدة او محجوزة في مستشفى ففي حاجات تانية هتتعمل زي مثلا سي بي سي صور الدم كاملة العيان ممكن يكون معايا مثلا كرات الدم البيضة عالية كمان ممكن يبقى فيه يعني كرات الدم البيضة منخفضة في حالات الحالات الشديدة بقى العيان حصل له تسمم في الدم بسبب النومونيا ممكن يلاقي كرات الدم البيضة قليلة اصلا عن الطبيعي كمان برضو في الحالات الشديدة بنعمل غازات في الدم الشرياني للمريض عشان نشوف هل في اي مشكلة في التنفس هل في فشل في وظائف التنفس الاكسجين قليل انخفضت كمان ممكن نحتاج السوديوم والبوتاسيوم كمان طبعا الاكسجين بالبالس اوكزيمتر العادي كده كده العيان اول مداخل عليك وفيه كحة ونهاجات لازم نقيس الاكسجين بالبالس اوكزيمتر العيان لو الاكسجين بتاعه اقل من 92% فكده يبقى فيه هايبوكزيا والعيان يحتاج اكسجين كمان ال INR ممكن نحتاجه وممكن يكون عالي ده خاص بالسيولة يعني كل ما عالي يقول ان فيه حاجة زي سيولة يعني فيكون عالي في الحالات السيفير حالات الشديدة او حالات بالنسبة ان انا اعمل مزرعة دم للمريض فمش مفيدة عشان تقول لك ايه سبب البكتيريا او المكروب اللي عامل الالتهاب الرئوي ده فمش بتنطلب كتير يعني اما اللي هو مزرعة البلغم او البصاق فهي مفيدة لكن مش بتتعامل كويس غالبا المريض ما بيعرفش بطلع البلغم بشكل كويس البلغم بيتلوس وهو خارج اصلا فالنتائج بتاعته مش دقيقة برضو فالحد ما لا يعتمد عليهم بشكل كبير البلد كالتشر والسبيوتام كالتشر كمان طبعا لو عملت سي ار بي هيكون عالي بالنسبة بقى للعلاج العيان اللي عنده نومونيا هنعالجه ازاي قبل ما نعرف نعالجه ازاي لازم نعرف هنعالجه في البيت ولا في المستشفى في اسم البطنة ولا في العناية المركزة طب هنعرف ازاي فيه كزا نظام كده سكور عشان يحدد لنا النقطة دي اسهلهم المشهور اسمه كيرب 65 سي كونفيوجن العيان لو متوه بندله نقطة يو يوريميا يوريميا لو عالية ياخد نقطة معادل التنفس لو اكتر من 30 ياخد نقطة لو الضغط واضي اقل من 90 على 60 ياخد نقطة 65 يعني لو عيان سنه 65 او اكتر بياخد نقطة فبتجمع النقط بتاعت المريض بتاعتك العيان لو زيرو او واحد يتعالج في البيت العيان اتنين بيتحجز في المستشفى في الاسم الدخلي في البطنة مثلا 3 او اكتر ده بيتحجز عيناية مركزة بس موضوع سهل اي نعم هو مش دقيق اوي اوي يعني وفي انظمة اكتر من كده دقة لكنها اكثر تعقيدا لكن ده الاسهل يعني كرب 65 طيب انت هتعالج العيان بتاعك في البيت في الحالة دي طبعا الاساسي هو المضادات الحيوية احنا بنتكلم على بكتيريا النومونيا فالاساس في العلاج هي المضادات الحيوية هتديله ايه؟ ممكن تديله اموكسوسيلن كلافيولونيت حاجة زي الهاي بويتك مثلا واحد جرام مرتين في اليوم لمدة خمس ايام مع حاجة زي زي سرون خمسمية ارص مرة واحدة في اليوم لمدة خمس ايام حلو جدا او ممكن تديله مثلا واحد جرام كل 24 ساعة لمدة خمس ايام مع برضو الازيس روميسن خمسمية بالفم زي زي سرون ارص مرة واحدة في اليوم لمدة خمس ايام او مثلا تديله مكانهم حاجة زي التفاسيل مثلا 750 ارص مرة واحدة في اليوم لمدة خمس ايام لوحده بالإضافة طبعاً لعلاج الأعراض يعني مثلاً مسكنات أو خوافة حرارة عشان درجة الحرارة العيان لو عند دقيقة تدي له حاجة للترجيع وهكذا حاجات يعني علاج للأعراض مع المضادات الحيوية بتاعتنا طب لو العيان اتحجس في المستشفى هندي له ايه؟ العيان لو اتحجس في المستشفى في الاسم الدخلي فغالباً هنبدأ معها حقاً فممكن ندي له مثلاً سيفتريكزود واحد أو اثنين جرام كل 24 ساعة لمدة من سبعة لعشر ايام وندي له كمان أزيس روميسن 500 لو بيعرف يبلع ياخد قرص مرة واحدة في اليوم لمدة خمس سياب مش بيعرف يبلع عنده مشكلة وعمال يرجع وكده ممكن ندهه له IV وريط أو ممكن بدل السيفتريكزود ندي سيفوتاكسيم زي السيفوتاكسي مثلاً واحد أو اثنين جرام كل تمان ساعات مع الأزيس روميسن برضو أو أمبسيلن سالباكتام حاجة زي اليونسين تلاتة جرام كل ستة ساعات مع الأزيس روميسن برضو أو حاجة زي الميروبينم الميرونام واحد جرام كل تمان ساعات مع الأزيس روميسن أو ممكن مكان ده كله ندي ليفوفلوكساسن 750 مرة واحدة في اليوم لمدة خمس ايام وطبعاً أنا بقول أمثلة بسيطة مش كل الأدوية طبعاً عشان نسهل الموضوع شوية ولو العيان محجوز عناية مركزة فبرضو بديدي له نفس الحؤن يعني مثلاً سيفوتاكسيم أو أمبسيلن سالباكتام زي اليونسين أو الميروبينم ميرونام مع أزيس روميسن مثلاً لكن طبعاً هيكون حؤن مش هياخد أورال في العناية المركزة أو مثلاً ندي له ليفوفلوكساسن 750 كل 24 ساعة لو شكيت إن العيان عنده ميرسى وده بيشك فيه أكتر في حالات الهوسبتال أكواردنومونيا أكتر يعني لو عيان جات له العدوى في المستشفى أكتر أو العيان مثلاً اندستيج رينالدزيز العيان بيغسل كله أو عيان مثلاً مدمن أدوية عن طريق الوريد أو العيان هوموسيكشوال أو مثلاً المزرعة نفسها هي اللي قالت الكلام ده ففي الحالة دي لازم طبعاً ندي للعيان بتاعنا فانكومايسن أو لاينوزليد بالإضافة للعلاج اللي هو بياخده لازم نزود فانكومايسن أو لاينوزليد فاعرف كده دايماً إنك لو شاكك في ميرسى زود على طول طبعاً من قبل النتاج ما تطلع لو شاكك في ميرسى بنزود على طول فانكومايسن أو لاينوزليد أما لو شاكك إن فيه سيودومونس إنفكشن وده مثلاً ممكن في العيان اللي عنده أميونو سابريشن عنده نقص مناعة أو عيان رائد في المستشفى أصلاً في العناية المركزة لسبب تاني وحالته بايزة أو العيان مثلاً عامل تراكيستومي عامل شقة حنجري بقله فترة كبيرة يعني فيه مشكلة كبيرة مع المريض ده فبنشك كمان في السودومونس ففي الحالة دي بنزبط العلاج شوية معنا عشان يشتغل على السودومونس وفي الحالة دي ممكن ندل المريض بتاعنا ببراسيلين تازوباكتام حاجة زي الدازوسين أربعة ونص جرام كل ست ساعات أو الميروبينم إلى حد ما شغال واحد جرام كل ثمان ساعات أو السيفي بيم اتنين جرام كل ثمان ساعات زائد يعني أي واحد من الثلاثة دول زائد يا إما سيبروفلوكساسين ربعمية اي في احنا متكلم على الفايل بقى ربعمية اي في كل ثمان ساعات أو ليفوفلوكساسين سبعمية وخمسين اي في كل 24 ساعة وفيه اوبشن تاني أو بروتوكول تاني كده للسودومونس ممكن نستخدمه برضه ان انت تدي ليفوفلوكساسين مع أستيرونام اتنين جرام كل ثمان ساعات مع امينوغلوكسويدز حاجة زي الاميكاسين مثلا او الجينتامايسن فالثلاثة دول مع بعض كبروتوكول بيشتغلوا انتي سودومونس بالنسبة للأسبيريشان نومونيا العيان اللي هو عنده مشكلة في البلعة اصلا وعشان كده بيشرق وحصل له أسبيريشان نومونيا ممكن نديله ببراسيلنتازوباكتام زي التازوسين او ممكن نديله سيفترايكزون مع ليفوفلوكساسين مع متروندازول يعني ده نوعين كده او بورتوكولين يمشوا مع الاسبيريشان نومونيا طبعا في كل الاحوال اللي انا اتكلمت عنها لو كنت اخدت مزرعة للمريض وعملنا عليها حساسية يعني فابنالتزم بعد كده بنتائج المزرعة لكن في معظم الحالات مش بنعمل المزرعة اصلا ويبقى كده دي اشهر المضادات الحيوية اللي انا اختصرتها كده عشان يعني تفضل فاكرها واختصارا ليها عشان تفضل فاكرها كده هنقولك امثلة بسيطة عيانة حجز في البيت مثلا ممكن نديله هاي بيوتك مع ازيس رومايسين محجوز في المستشفى اديله سيفترايكزون حقا مع ازيس رومايسين اراس لو بيعرف يبلع حقا لو ما بيعرفش يبلع محجوز في العناية ممكن نديله ميرونام مع ليفوفلوكساسين شاكك في ميرسا لازم نزود فانكومايسين او لينوزوليد شاكك في سودومونس اديله ليفوفلوكساسين استرونام اميكاسين عيان بيشرق وعنده اسبيريشان نومونيا اديله تازوسين انا قلت بس ايه باختصار يعني بعد كده طبعا العيان اللي محجوز في المستشفى ده بيبقى ليه ساببورتف ميجرز وسيمتوماتيك تريتمنت يعني العيان لو عنده ارتفاع درجة حرارة ومش بيأكل كويس مش بيشرب فمنحتاج محليل نعوض جسمه بمحليل طبعا هنديله خوافط حرارة ممكن نديله اسيتايلستاين ممكن نديله اوكسجين لو اوكسجين هو قليل ممكن العيان لو راقت باستمرار وحالته سيئة نديله انتيكو اجيبيشان كليكسان مثلا اربعين اللي هي الجرعة الوقائية كل 24 ساعة ممكن برونكو ديليتورس جلساته بتاعه عشان توسع الشعب الهوائية بتاعته ممكن شست فيسيو سيرابي العلاج الطبيعي وتمارين التنفس عشان نطرت البلغم ده ونحسن وظائف التنفس عنده ممكن في الحالات الشديدة طبعا اللي حصل فيها ريسبيراتوري فالير وطبعا مونيترينج ونرائب وظائف العيان كلها ونرائب باقي وظائف الجسم بتاعت المريض بتاعنا وفي النهاية احب اشكركم ومتنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم ترجمة نانسي قنقر